أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالمواني المصرية على نحو أن يعزز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلعي السراتيجية ومستلزمة الإنتاج في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمرقي عن البضائع في المواني وموقف تطبيق منظومة الشحن المسبق وخلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء بتحديد تاريخ لدخول الشحن الجوي ضمن منظومة الشحن المسبق على أن يتم الإعلان عن هذا التاريخ قبل بدء تطبيق كما تم تأكيده على أن وثيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة وأنه لا توجد مشكلات حاليا في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي